البعض قد يقول اعتمادكم على القوة الناعمة قد يدخل فيه لبس مع مفاهيم مصطلحات مختلفة مثل المدارة أو المداهنة أو المجاملة وغيرها فكيف يتم التفريق بين هذه المصطلحات؟ كل مصطلح له معنى والحقيقة أجمل من فصل في هذا هو ابن القيم رحمه الله يقول المدارة صفة مدحن والمداهنة صفة ذم والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل أما المداهن فهو يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه ثم قال فالمدارة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفق هذا كلامه رحمه الله وهو دقيق جدا بل ويحفظ والدبلوماسية الإسلامية بهذا الأفق تبدي وتقرب وتصل لأهدافها ولما تنظر تجد أن كفاءاتها على قدر كبير من الاستقطاب وعلى قدر كبير من بناء العلاقات والصداقات وترميم الخلافات والمشكلات وأيضا على قدر واسع من استطلاع الخيارات والانتقاء منها وعلى قدر من تجاوز الأخطاء والعدوات وعدم الوقوف عند الوقائع التاريخية وخاصة الوقائع لات الزوايا الحادة وهذا منهج شرعي يقول جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون لاحظ الاستعمار البريطاني أحرق واشنطن عام 1814 أشعل النار في البيت الأبيض وهرب الرئيس وزوجته والآن البريطاني أقوى حليف لأمريكا وأمريكا أسقطت على اليابان القمبلة النووية عام 1945 واليابان حاليا من أقوى حليف أمريكا هل توقفوا عند التاريخ السابق وهل دعوا لتغذية الأحقاد والكراهية وإشعال النار من جديد أو نظروا لمستقبلهم ومستقبل أجيالهم طبعا مع إيمان كل منهم بقناعتهم ولكن مع عدم تأثير ما مضى على ما سيأتي هنا دبلوماسية العلاقات الدولية التي يفترض أن تغلب فيها لغة العقل والمصالح المشروعة على أي مكدرات أو منغصات أي كانت اجترار صلبيات الماضي لا يفيد أبدا أنتم فعلتم كذا وأنتم قلتم كذا كله لا يفيد الذي فعل وقال مضى ورحل وحتى لو كان حيا وفتح لك صفحة جديدة ومن صالحك أن تبادله نفس الصفحة فعليك أن تفعل لاحظ في أبشع وأسوأ مراحل الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل فئات معينة طبعا لا تشمل الجميع ولا تمثل إلا نفسها قال الله جل وعلا بعدما ذكر سوء أفعالها فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وفي السيرة العطرة يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش اذهبوا فأنتم الطلق وكلنا نعلم ماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن هذه الدبلوماسية التي تحمل النور والهداية صنعت بأمر الله تعالى تاريخا غير مسار الإنسانية